ونكمل مع الحفلات في الإمارات ومع الحفل الكبير لأحيات أليشا كيز بساحة الوصل في إكسبو 2020 وهالحفل سبق مؤتمر صحفي اتواجدنا فيه والتفاصيل في تراكينج ستوري نمبر 2 أهلاً أهلاً وسهلاً ويسهلاً في دبي في دبي برافو بها الطريقة وبكل عفوية رحمنا بأليشا كيز في دبي اللي أصبحت من ضيوف الدائمين كونها سبق وزارتها مرات عديدة يعني باختصار زيارتها المرة ما تشبه زياراتها السابقة فأليشا هي أول مغنية عالمية تشارك في أمسيات خالدة في إكسبو بعدما شارك فيها كاظم الساهر رغب علامة وناسي عجران وعشان تبقى هاللحظة ببال كل زائر تواجد في الحفل أليشا قررت تطلق ألبومها الجديد من داخل قبة الوصل للعالم كله والألبوم اللي بعنوان كيز أليشا خبرتنا السبب وراء اختيار هالاسم بالذات والمميز بالألبوم أنه يحمل قسمين ومن هالالبوم اللي شادت أكثر من عمل من بينهم وغنية ولما سألت عن إمكانية تعاونها مع أي فنان أو فنانة إماراتية هذا كان جوابها بالمؤتمر الصحفي والمفاجأة كشفها الحفل لما طلت بلقيس وتشاركت معها المسرح بأغنية ديو وهالفيديو اللي أعادت بلقيس نشرة بحسابها عن استجرام خلل الكثار من النجوم يباركولها على هالديو من بينهم سعب مجرد عبير نعمة آنس بوخس وغيرهم أما جمهور بلقيس فبيقدرون يباركولها لايف بحضورهم لحفلتها اللي بتحيها في تبي يوم 15 ديسمبر في افتتاح مهرجان تبي للتسوق وهالحفل بيكون في حديقة البرج أيضا بيشارك في محمد حماي